تجه أمير قطر تميم بن حمد الثاني إلى الغرب في تجربة لتحسين صورته وفي محاولة يائسة لغسيل سمعة بلاده الملطخة بدعم الإرهاب وتمويله يتهد فيما أكد حقوقيون أنه ليس بالإرهاب وحده تتلطخ سياسة النظام القطري فلدوحة سجل غير مشرف في مجال حقوق الإنسان كذلك لم يختلف أمير قطر في أسلوب خطابه عن جميع المسؤولين في النظام القطري فكلهم وفي جميع المحافل يتبعون سياسة اللاعب على المتناقضات وقول الشيء وتطبيق نقيضه فما صرح به أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في ألمانيا بأن بلاده مستعدة للحوار هو تصريح مدعاة للشك فكيف يطلب الأمير بموقفه الحالي من قادة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أو من العالم أن يصدقوا بلاده بأنها جادة في حل الأزمة أو الحوار وقد عودوا الجميع على التناقض ونكث العهود واللعب على وتر المظلوميات والشواهد على ما زعمت الدوحة استعدادها له كثيرة أبرزها تحريف وكالة الأنباء القطرية قبل أيام تفاصيل الاتصال بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الشيخ تميم وقبل ذلك المماطلة والمهادنة ومحاولات الإفلات من مطالب الدول الأربع وقبل ذلك أيضا الواقعة الأكثر أثرا في الأزمة برمتها العهد الذي وقع عليه الأمير بنفسه في السعودية اتفاقي الرياض 2013-2014 ثم نكثته بلاده بدم بارد وكان من أبرز ما جاء فيه هو تعهده بكف بلاده عن دعم الإرهاب والإرهابيين وهذه هي أكذوبتهم الكبرى فيد التدخل القطري في شؤون الدول تقف شاهدة على ما تقوم به الدوحة من هدم لاستقرار واستهداف لأمن المنطقة والدوحة أثبتت أنها لا تحترم أي حقوق وما كنا أمة ضعيفة والضعيف هو من له حق ولا يصر على حقه ونحن لنا عندهم ألف حق وحق ومن هنا جاءت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان لتفند الدعاءات لجنة حقوق الإنسان القطرية بشأن ما وصفتها الدوحة بانتهاكات دول المقاطعة لحقوق القطريين وذلك خلال ددوة في أروقة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بهدف تسليط الضوء على انتهاكات النظام القطري وأصدرت الفيدرالية تقريرا هو الأول من نوعه يكشف بالأدلة القانونية والعملية الادعاءات القطرية قدمته إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبينما يمنح النظام القطري الجنسية لكثير من مؤيديه على الأراضي القطرية واللافت أن من بين هؤلاء متهمين بجرائم إرهاب ومطلوبين لدى بلدانهم الأصلية ينزع النظام ذاته في المقابل الجنسية عن مواطنيه القطريين بذراء عواهية وبين دعم للإرهاب في الخارج وانتهاكات بحق المعارضين في الداخل تقوم سياسة النظام القطري لكن تلك السياسة أصبحت في ظل هذا الحراك الدولي مصدر قلق عالمي لن تبدده زيارات لدول أو تصريحات مغلوطة لا تتوقف ترجمة نانسي قنقر